السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير انتم ما كانت شاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولعجبكم ما تنسوا الشاركو في قناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد ليش داد على القناة واللي قدام كان قل لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق زوين اللي كاتحطوا لي بسم الله انا عندي هنا يا وحد جج حبات ديو البرتقال او الليمون هاد النافيد اللي تيكون هاكا كبير وكن حيدلو هاد القشرة الفقانية بحال هاكا كننقيه ما كنخليش لي هاد القشرة كنستمر عليه بحال هكا حتى كننقيه بعد ما كننقيه كنحلو كنحيد منو هاد الشوائب اللي تيكونوا الوسط دياله بحال هاكا اللي كتبلياش يا قشرة زيدة صافيو كنقطعو كنشوف كنقطعو هاكا مال الوسط واش فيها بحال هكا ديو كل العظومة الى ما كاش في العظم كنقطعوه هكا طريفة صغار نستمرو عليه حتى نكملها جوج حبات دي الليمون صافي وغادي نديرو في واحد الاناء وغادي نجيب هاد الهاشور وبحلقة كنطحن او كنديروه في مولينيكس الماكينة العاصر كنطحنوه مزيان حتى كيت تطحن لنا بزيان كنصمر عليه بحلقة في الطحين حتى كنكمله بعد ما كنحسبيه تطحن كنديروه حد صفاي وكنصفيه او كنعصره على حسب لانا عندينا الليمون هكا مشي دي العاصر عندي هاد النافيل درت له هاد التقنية بحل هكا باش كيعطينا شوية الماء صافي كنديرو حد رشا دي اللي كنجيب واحد الاناء كندير رشا دي الملح وكنديرو جيج حباد ديو البيض انا عندي هنا يا البيض فيه جوج محوحة صبارك الله ما شاء الله تقدروه تديرو فيها كتلاسة البيضات عاديين كنديرو حد الكيس ديال سكار فاني حجم سبعة قرام كاس الى روبع ديال السكار ساني ده صافي وكن غادي نجيب الاضرب ديال هكا ديال الضو وكنخدم مزيان هاد البيض مع السكار مع هاد المليحة مع كيس ديال السكار فاني صافي كنصمر عليه حتى كيطلع لنا البيض بحل هكا وكيعطي اللون هكا كيبدا كيبيض اللون كندير كاس الا روبع ديال الزيت نباتية واحد ميات ميلي لتر بحل هكا وكندير نسكاس ديال الحليب او كنديرو واحد الياغورت صغير على حسب ديال درهم انا كندير هنا يعنس كاس ديال الحليب راه كافي صافي وغادي نضيف هاد العصير اللي عصرت ووجته احنا نضرب خدام هكا وحنا كنضيفه العصير باش ماينزلش لنا هكا البيض صافي بعد ما خلطت مزيان غادي نجيب هنا يدر تلتمية وخمسين جرام ديال الدقيق اللي عبرت وغادي ندير منه وغادي نشوف شحل غادي بقى وغادي نقول لكم شحل بقالية شحل هزت معي هاد هاد الكيك كنخلط مزيان هكا بالفوي بالخلاط اليداوي كنستمر عليه كنزيد الدقيق كنخلي الخميرة هي للاخرة كندير هنا جوج اكياس ديال الخميرة واحد ستاشر قرام وكنغربلها انا الدقيق عندي هكا مغربل كنغربله في الاول وكنوجده كنزيد الكيس تاني عندي ستاشر قرام هنا ديال الخميرة وكندير واحد المعلقة صغيرة ديال الخل ديالطاعام باش كيتفاعل لنا مع الخميرة ديال الحلوة سوف نبدأ نخلط هكا بالتدريج بشوية بشوية حتى يتخلط لنا الدقيق مزيان هدي نشوفوش خاصنا الدقيق الى خاصنا الدقيق هدي نزيدو الدقيق سفي هدا هو القوام ديالها سفي غادي نحطها على الجن وكن نقسمها هكا العجينة او الكيك تنقسمو وكنخلي بحال هكا كنخلي التالتا كنحطها والتولوتين كنخليهم في الكيس غادي نجيب هنا يا عندي واحد المعلقة ديال القهوة سريعة الدوابان عندي معلقة هكا حجم متوسط وكنخلطها بحال هكا حتى كا تبدأ الدوب ديال القهوة وغادي نضيف عليها واحد الكيس ديال الكاكاو المر سنغرب له باش ما سيبقوش ليادو كل حوبة بيت ديال الكاكاو كاكاو صافيو كنبدن نخلط مزيان كنخلط هاد الكاكاو مع القهوة سريعة الدوابان وغادي نزيد واحد المعلقة ديال الدقيق لانه غادي نبغي هاد هاد الخالط الاخر هكا اللي تيكون بحال هكا اه في اللون هاد اللون ديالو كنبغيه شوية كيكون عاقد شو ما شفتوا القوام من ديالو كنزيد مع القهوة ديال الدقيق صافيو غادي نحطو على جنب غادي نجيب هنا يا الصينية اللي كندخل فران وفرش لي هكا الورق ديال الزبدة وغادي نضيف في هاد الخالط الخالط الول صافيو غادي نجمع بحال هكا وكنسرح الكيك ديالنا بحال هكا فا فوق الورق ديال الطبخ صافيو غادي نحيد هاد سباتولا هنه يا كنجيبو هاد البوش بحال هكا اللي كن ديال حلواني كنضيف في هاد الخالط بعد ما كنضيفو كنجمعو بحال هكا هنه هاد الخالط الخرة تيكون عاقد على الكيك الول لانني زيت فيه معلقة ديال الطحين وهنا على فكرة ارا خضات معي تلتمية وعشرين قرام ديال الطحين اللي غادي تهز معي الكيك لانه تبارك الله هرا كيك عائلي صافيو كنقطع بحالكة وكنبدأ كنضيف هاد الكيك اللي كيكون بحالكة بهاد اللون كنضغط عليه حتى كيدخل وسط الكيك وكنستمر بحالكة كندير هاد الحالكة كنعمر عليه من الوسط كنديرو هكا على شكل كويرات بالوسط ديال كيك ضروري ما كنعمر هكا من الداخل لانه الكيك هكا تقيل راح كيهبط صافيو كندير هكا كنعمر عليه واللي كيبقى لانه كنوزعه بحالكة في الوسط ديال هاد الكيك صافيو كندير هنا يا شوية ديال لوز انا عندي شوية اللوز مهرمش او كديرو كاوكاو او الكوك علي حسب المتوفر اللي موجود عندنا والفران ديالنا راح كيسخن على درجات الحرارة 180 والا عندكم هكا الفران ديال الجاز راح تقدروا تسخنوه ولكن كتنقصوه بعد مما كيسخن وكترميو الكيك كتحطو الكيك راح تنقصوه على الجهدو انا هنا يا بعد ما غادي نرميه غادي نرجع الفران على مية وخمسين دراجة وكنخلي الكيك ديالنا كيطيب هنا الكيك ديالنا راح خضت معنا خمسة وثلاثين دقيقة صافي خرجتها وغادي نسقيها بشوية الليمون او البرتقال وحض نسكس بحال هكا ديال البرتقال برتقالة وحدة يعني اصرتها وصقيت بها بعد ما كتبرد الكيك ديالنا غادي بحال هكا كنقطعوها على هاد الشكل بحال هكا كتجي رائعة وغادي نقطعوها تاني على الشكل طولي كتجي هاد الزواق هكا في الجوانيب هاد الزواق لكتكون هكا